سنتحدث في هذا الموضوع ان شاء الله اليوم عن المبحث الثاني المعالجة المحاسبية لتحويل التحويلات الداخلية بالاقسام والربح المحقق وغير المحقق. دائما الاقسام بتحول قسم قلب بحول لباب بحول لجيم بحولهم خدمة ممكن بضاعة حسب نوع نشاط الشركة. اذا والله بدي حول له ابضاعة اذا نقسم الف مثلا بدي حول لباء او باء بدي حول لجيم او جيم بدي حول لدال هذه التحويلات فيما بينهم. هذا الربح اسمه غير محقق. ليش غير محقق؟ ماش معقول شركة جسم بدي ربح من جسم داخل الشركة. هذا مش معقول. لكن لو باع الابضاعة او حولها الابضاعة او وداها الابضاعة لبرا باعها لبرا. هحقق ربح حقيقي بكون. لانو باع لبرا. لكن ما حدش جسم ببيع لجسم. فيش جسم ببيع لجسم. جسم بحول لجسم. والله الجسم باحتاج من الف بضاعة بحول له. تمام؟ وبحسب عليه قديش قمتها. وقديش لو باحها برا بتحقق ارباح. تمام؟ هذا بالنسبة. طبعا اليوم هنتكلم ان شاء الله المعالجة الداخلية للتحولات الداخلية بين الاقسام. طبعا في المبحث هاد هيكون ان شاء الله عنا تلات اسس للتحويل. تحويل حسب ثمن التكلفة. حسب السوق. والسعر التقديري. يجب التكلفة والسوق والسعر. التقدير نتكلم عن كل واحد من هنا نتكلم عن التحولات بسعر التكلفة. او الثمن التكلفة. ايش معنى السعر التكلفة. يعني مثلا الجسم الف بدي حول لبقا. جسم الف بدي حول لبقا. بدي حول زي ما كلفته بدي حولها. يعني الف مية دينار دي حولها لبقا بنفس السعر بمية دينار. فيش لا ربح ولا اخسارة فيها. زي ما كلفته. تمام؟ هذا اسمه السعر التكلفة. يعني زي ما كلفته بدي حولها من قسم لكential تمام؟ طبعا هذا زي ما انتم شايفين هذا النظري كلهيته ما بدنا اياه ناخد مثال رقم 3 على طول وهو المطلوب بالنسبة في ميال البيانات المستخرج من دفاتر شركة الرائد التجارية وذلك عن فترة منتهية 31-12-2010 علما بان القسم سين يحول ابداعه للقسم صاد ها بسعر التكلفة كتب لك في المسألة بسعر التكلفة هاي بسعر التكلفة تمام هاي قسم سين قسم صاد البيان اول شي بضاعة اول مدة هاي بالتكلفة كديش؟ الفمية تمنمية المهم هاي المشتريات المبعات تمام هاي مرزعة المشتريات تحولات من سين الى صاد بضاعة جلك بضاعة حولها هاي قديش المبلغ نفس المبلغ الف الف تمام وهي بضعة اخر المدة المطلوب اثبات قيود اليومية لازمة وحساب تصوير قيود التحويل والاقفال هنقول لكم عليهن حساب المتاجرة المجزة ايش معنى المجزة كلمة المجزة الاحين كل قسم هيعمل حساب متاجرة الى اللي اخطوها في محاسبة واحة حساب المتاجرة اللي هنا اه المشتريات وما يتعلق فيها وهنا المبيعات ما يتعلق فيها اللي يحساب المتاجرة طبعا هنا المجزة يعني ما يخص القسم يعني خاص بالقسم الواحد مجزة مثل الشركة ككل لا قسم هاد اسمه مجزة خاص بالقسم يعني ان القسم جزء من الشركة ولا لا قسم جزء من الشركة هو خاص بالشركة اول شي بدك تكتب تثبت قيود اه التحويلات والاقفال هاي القيود اول حساب من حساب ها من حساب القسم سين تحولات الى القسم صاد تحولات مين حول لمين سين حول لصاد يعني سين الاعطى وصاد تحولات من القسم اه من القسم سين الى صاد يعني سين الاعطى وصاد الأخذ دائماً اللي بياخد بيزيد ولا في محاسبة واحد اللي بياخد بيزيد بيصبح مدين من حساب قسم صاد هو الآخذ هو أخذ فزاد فاصبح مدين مين الأعطى؟ أعطى صين أعطى صين صين الأعطى لصاد صين المعطي يعني معطيك ببدي خس بدي ينقص بدي يصبح دائن أعطى فنقصه فاصبح دائن هذا أخذ هاي من تمام من صاد إلى صين نفس المبلغ هذا بالنسبة لقيد التحويل بدك تقفل هذا القيد بدهن أقفال هذا القيد وقيد فيه جاي فيه قيد جاي أقفل وين بنقفلن هدول وين بنقفلن في حساب المتاجرة أيوه في حساب المتاجرة ليش بنقل في حساب المتاجرة لأن تحويلات ابداعة من حساب هذا الصاد من من في الإقفال بدي يصير إلى هايوه شوفوا ها إلى هاي صار إلى هاي إلى هاي هاي من كان من هاي من صار إلى هاي إلى تمام وين حساب المتاجرة هاي فوق من حساب المتاجرة إلى القسم صاد إلى قسم صاد بألفلف نفس المبلغ هذا الأقفال هاي هذا قفلن هذا الأم نقفل هذا نقفل قسم سين في المتاجرة برضا هذا إلى بدي يصير من سيهيك هاي صار من هاي من حساب قسم سين تحويلات وين بدي نقفل في حساب المتاجرة سين ها كل سواء هايها هذا نقفل في متاجرة وهذا نقفل في متاجرة ها هذا كان من من صار إلى لأنه قفل بنعكس من من إلى بسير في الأقفال وهذا كان إلى أصبح من هاي من تمام تمام بدنا نصور حساب المتاجرة الآن سهل حساب المتاجرة دائما هنا بنحط بضعته المدة هنا بضعت آخر المدة هاي هنا هذا اقبال هذا أنا دائما في الحل بحطه بس في شلوح كان حطيت هذا اقبال هذا أول مدة اقباله آخر المدة أحصل لكم في القراءة أفضل أول مدة آخر المدة هنا حساب المشتريات هنا المبيعات خطفوا محاسبة واحدة دي هنا مرددات المبيعات هنا مرددات المشتريات خلي بالكم تمام هنا بدك تحول تحولات صاد وين صين هنا هنا إلى تحولات صاد هاي 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 القيد هاي إلى قسم صاد إلى إلى هنا بدي نحط هنا دائما هنا بنحط دائما القسم اللي بياخد في المدين هنا هذا المدين وهذا الدائن هذا الجنب الدائن وهذا الجنب المدين دائما اللي بياخد هون واللي بيعطى هين اللي بيعطى هين تمام من سين هاي من سين هاي هاي من سين انت احفظ هنا دائما اللي بياخد وهنا اللي بيعطي اكتب قدامه بالجلام عشان ما تنسوهش تمام طيب هنا بدنا نطلع طبعا الفرق الفرق بينه الجنب هذا والجنب هذا اللي هو حساب المتاجر احنا خلي بالكو الان هنا عملنا متاجرة اتنين مع بعضها سين وصاد هاي اتنين مع بعض عملناهم سين وصاد هنا مدين دائن هنا دائن هنا دائن مدين اسف هنا وهنا دائن يعني مدين مع دائن مدين مع دائن بدل ما كل واحد لحال نصوره وتعب نصورهم كلهم في حساب واحد حطناها في حساب حساب المتاجر المجزأ ايش معنى مجزأ يعني خاص بسين قسم سين ومجزأ خاص بقسم صاد بس حطناها مع بعض عشان رايحكم في الاكتابة هاي المحصائب بداعة طول مدة ها من وين بدنا نجيبها من الجدول هاي بداعة طول مدة هاي الملحاء هاي الجدول الف ومية تمانمية تمام طيب بدعة اخر المدة من وين جبناها هاي هاي بدعة اخر المدة ستمية وتسعمية هاي ستمية وتسعمية في الحل تمام وين المشتريات هاي المشتريات هاي حساب المشتريات ها سبعة تلع** يعني المردودات المبيعات مية مية وثمانئين هاه هاي مردودات المبيعات هي مية مية وثمانئين طب مرضود المشتريات م CALceans 262 يا غنات او يا ولاد يا شباب هي من prohibition صاد قسم صاد وهي الى قسم سيبك من الى والمن هدول هنا هاي في المدين قسم صاد هاي صاد في المدين هذا الجانب المدين خلي بالك هذا الجانب المدين هذا وهذا الجانب الدائم معروف المتاجر هاي قسم صاد تحط الالف في الصاد سين لا لانه هاي تحويلات الى صاد صاد الاخر تمام ومين هنا لدى فمن صين هنا هاي تحطه في الصين قال ما تحطهش في صاد صاد ما خدش هنا اعطى هاي دائن دائن اللي نعطى دائن هاي وهذا مدين اخد تمام تمام هاي بدك تجمع هاد وتجمع هاد خلي بالك هاي المدين وهي الدائن جمع هاد هاي جمع الف الفين وثمانمية تمنمية جمع وجمع هاد الفرق بدين نحط هنا انيات الاجل هاد الجانب اقل من هاد هاد اكتر هاد لو جمعتوه بطلع اكتر من الجنب هاد بدكون الفرق هاي تلاتمئة وستين في الاجل كاملوا الاجل يبقى بدك تجمع هاد قديش هاد بطلع مجموعه الوهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الاربع تلافمسي خط الاكبر في الجنبين عادي هذا الاكبر خطه هنا وهين عادي واطرح الاربع تلافماتين وستين من هدول من هادي وهادي وهادي بس من الالف ومية والفين وسبعمية والمية بطلع الفرق تلاتمية وستين ضيق اجمع هذا ها واجمع هذا ها سين مع صاد مع صاد وسين مع صاد هاي صاد الجنب المدين وهاي صاد الجنب الدين بلع هذا اكبر من هذا هذا اكبر هاي تلات تلاف سبعمية خطه في الجنبين تلات تلاف سبعمية تلات تلاف سبعمية وهات الفرق تلات تلاف سبعمية ناقص تمنمية الف واربعمية مية وتمانين الف بس نقص من تلاف سبعمية بطلع تلاتمئة وعشرين الفرج اللي هو الجنب هذا اقل بدنا نكمله تلاتمئة وعشرين خلي بالكم تمام بدنا طبعا نعمل لهذا قيد المبلغ اللي بطلع هذا هذا هدو المبلغين هدول بدنا نعمل قيد هذا وقيد لهذا موين بدين نقفل ان هدولة بدين روحنا ارباح وخسائر مجزة وكلمة مجزة يعني لكل جسم بدين روح هذا للجسم انه حقق انه حقق مجمل الربح تلاتمئة وستين وهدو حقق مجمل ربح تلاتمئة وعشرين نعمل قيد من حساب المتاجر المجزة اللي هو موجود فيها هاي تلاتمئة وستين وين بدو روح الى مين بدو روح الى الاحساب ارباح وخسائر قسم سين سين مع سين سين مع سين تمام سين مع سين ها تلاتمئة وستين طيق القيد التاني هذا مجمل ربح لصاد هي من حساب متاجر صاد تلاتمئة عشرين لو هذا. تمام. الى اوام بدروح الارباح خسائر مجزة ثلاثمية وعشرين. تمام. هذا. وان شاء الله بالتوفيق وفي المحاضرة القادمة نشرح باقي الامسان.